قال سلطان الجابر إن المفاوضين من مختلف الدول أحرزوا تقدماً في المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية لكن سيرها ليس بسرعة الكافية ودع جميع الأطراف المعنية إلى وضع مصالحها الخاصة جانباً والعمل جاهدة للتواصل للتوافق في الآراء وتعزيز عملية التفاوض نحتاج إلى أن نكون أسرع وأسرع وأسرع عندما نواجه قضايا ذات اهتمام مشترك علينا أن نناقشها بعقل منفتح وبطريقة عادلة وبطريقة تشمل جميع الأطراف وأمل من صميم قلبي أن تتمكن جميع الأطراف من تجاوز مصالحها الخاصة ولأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والسعي وراء التواصل إلى توافق يخدم مصالح جميع الأطراف وقال الجابر أيضاً أنه لا يوجد حالياً اتفاق بين جميع الأطراف بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أو تقليله ودع جميع الأطراف لاتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز تنفيذ هذه الأجندة في أقرب وقت ممكن كما صرح الجابر للصحفيين أنه على الرغم من جدول الأعمال الضيق والمهام الثقيلة إلا أنه متفائل بأن المؤتمر سيحقق نتائج إيجابية ترجمة نانسي قنقر